أريد أن تختاري لي مشهد أنت حباة قوي من مصار إكباري؟ أحب مشهدي أنا وداش أنا وحسين ما كنا قاعدين وبقول له كل شوية لأ ألمح له بالجواز وهو عامل لي فيها من بانها أحب المشهد دا كان في الجنينة طب بقول لك إيه؟ إيه رأيك ناخد شقة بدر حندقة كده وازغنطات على قد أنا وإنت و والله العزيم سعرها كويس يا حسين يا بيت الدخلة دي يا بيت إيه؟ يا بيت تقالي تقالي ما ترميش نفسك عليا كده بلين أنا اللي أقول لك الكلام ده؟ ماشي يا لما والله العزيم أنا عايز أتجوزك من بكرة مش أخطوبك بس بس إيه شاكت اللي بتتكلم عليها دي وأنا ما أجيب شقة ما أنت شايفة هو تمام يا حسين يا شوك يا بيت ما تتدائجك يا لما والله العزيم أنا لولا وقفتي الجنبي مقتها عرف أعدي بإلا أنا عديتني الفترة اللي فاتيت دا طب وأنا همضل وقفة جنبك كده لحد إمتى يعني؟ لا أحد مفصل قبل أهل شنب وقبل ما صار إكباري أنا شفتك في تحقيق صح 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 أنت وأحمد مالك صح وهو دا المفتي أيوة أيوة أه دا جنبوسك إزاي فيه؟ دا بقى برضو من الأغنية أنا غنيت الأغنية أصلا في المشهد دا يا سلاح حتة بزباسة هاو كده آه دا مش فاك يعني عمه شو عاك مش فاك أجابوك إزاي؟ يعني هي كتت سلمة الكاشف آه رشحتني في الدور كتت صاحبتي اللي هي المخرجة؟ لأ هي وات صاحبتي ورشحتني ورشحتني أصلك قلت سلمة الكاشف كأن تنميها حتى هي مخرجة والله أبناء عليش يا سلمة ونبي أختي يا حبيبتي نعم بس فسلمة الكاشف شفتك في بزباسة وخراحة يا صاحب يعني يعني... يعني بتزود يعني من الميديم اللي قلت... من المضافة يعني... مش... قيمة مضافة بالزبط يعني هي طريقة أطور بيها من الأساس بتعملي المزيكة كده؟ بتلحني بوقك يعني بتلحني ولا بتكتبي ولا بتعملي إيش؟ أنا بعرف أعزف يعني على قد دي كيبورد يعني ممكن أعمل كوردات عشان أعرف ألحن بس مش بعرف أعزف أعزف آآ آآ بس عاماتا لما بعايز ألحن بلحن بصوتي آآ 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 المزيكة سأجعل تكريباَ بلن أبتدي لحن على أساس ده آآ 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 بعد ما تسطلعوا مني كلمات اذا تبدأ تتكون الفكرة كلها تبني ett59 مثلا فيه كلمة هنا وكلمة هنا سبقى كالبزل بعطران كتاب بقاء كتب بقاء نشطة لنشتراكتور هذا الكورس هتهتهة التي ستعلقها مع الناس لأنها بدأت الأغني هذا بيبقى يوجد لـ جد الشيخ آآ آآ هل أنت عندك استعداد تبقي ممثلة أو فنانة استعرضية؟ أكيد طبعاً الفيزيك بتاعك حلو ورفيعة وطويلة وحاجة لطيفة جداً أنا لابسة كعبة لا معقولة يعني مش قوزعة يعني طيب فإذاً عندك استعداد تعملي تتمرني بحيث أنك تبقي شاملة؟ أنا أصلاً بحب المتربية على الميوزيكلز أنا بحب الميوزيكلز جداً وحتى في الأفلام الأبيض والسود كان عندنا داكو كان بيبقى دايماً فيه مزيكة وغنى في كل الأفلام فأنا نفسي إن إحنا نرجع دادلوقتي يعني حسن ده أكتر حاجة أنا هأستنى هبقى مبسوطة فيها فهأعرف أقدم أحسن حاجة عندي فيها الاستعراض عموماً يعني عشكاً بقولك أنا بالنسبالي هي باكيج مش غنى أو تمثيل هو باكيج أكتر طيب بس أنت كمان بحكم سنك بتحبي الرأب إش كده ولا لأ؟ أكيد أه بحبه بحبه يعني زي ما أي حد بيحبه وليك إصحاب رابرز أه مين هو بقى؟ طول إيت مين هو الشخص؟ طول إيت بتاع ما تجعد عليك أيوة مين هو طول إيت ما عرفش زي محدش يعرف أنا قلت حصطادها تدينا المعلومة مش أبوزي بصراحة حتى لو أعرف يعني مش عارفة لو أعرف أقدر أقول حاجة زي كده هو مش عايز حد تقريباً يعرفه ومين أنا مش عارفة لي بقى أنا أنا بخمن إسماعيل ياسين إسماعيل ياسين؟ أه حفيده مثلا ما تجعني أände أمني وأعرف عبد الرسول وبس أنا بنصحك أنك بجد تعملي كلاسات رأس مودن طبعاً وهب هوب ولكلام ده لأنه شاكلك بيدي على إنه ممكن تلعبي حاجه كده مكتملة كده ما هو أنا نفسي بصراحة من كده يعني أنا أصلاً هتلاقيني الفنانين اللي أنا بيلهموني هم الأدام ليس الجوداد مين في الميوزيكل الأجنبي؟ في الميوزيكل الأجنبي؟ مين ممثل؟ مين ممثل؟ يعني أنا مثلاً بحب فيه ميوزيكل اسمه بحب كل الميوزيكل بحب فيه وحد اسمه بي مور تشيل في غريس ده ما غني عن التعريف فيه هير سبري بوردو معروف جداً شوفتي اللي بطوب رادوي أيوة النوع ده من الأداء؟ ويكيد فيه ويكيد ما مشتعرفي ولا لا أيوة كل الحاجات دي مولان غورش والله تنفع يا حبيبتي يعني بجد كميلي دراستك واستعدادك بحاجة زي كده لأنه تصلحي جداً يعني ده هو ده البلان لو ده يعني هتسأليني إيه البلان غالباً هو ده البلان يعني مثلاً سعيد حسني بحث إن هي كانت أكتر حد بيعمل ده هنا دي حاجة ملهاش مثيل لا أنا مش عارفة دي ولا حتيجي تاني أنا مش عارفة دي ايه ده حاجة أنا بقى موت فيها اه طبعاً طبعاً كلنا الله يرحمها لا يعني الله يرحمها بجد زي ما حالك قلت وفطرة كاملة ولا حد علمها هنا أنا لسه أتفرج على خلي بالك مفيش ها لسه أتفرج على خلي بالك من زوزو أنا عاملة كده اه طبعاً ايه ده طبعاً ايه ده عشان كده بقولك حاولي تكوني متكاملة يعني تحاولي كميلي اللي ناقصك لأنه عندك الااااا إن شاء الله خير اه إن شاء الله رمضان الجاي هبقى داخلها بحاجة وفيلم برافو إن شاء الله يلا أنا عايزة أشوفك وفرح بيكي جداً وغالباً إن شاء الله يعني لو ربنا اداني عمر السنة الجاي هتكوني عاملة حاجة مهمة فنرجع نصطديفك تاني ونبريكة يا رب مرسي دايب أليه الشرف مرسي قوي ربنا خليك حبيبتي شكراً مرسي حبيبتي